من جانب آخر يرى مراقبون أن التيار الصدري يمر بأسوأ أزمة داخلية وسياسية منذ عام 2003 وأن قرار تجميد التيار من قبل زعيم مقتدى الصدر يعني عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة وأكد المراقبون أن حالة الارتباك الكبير داخل صفوف التيار على كل المستويات بفعل تداعيات قرار الانسحاب المتسرع من مجلس النواب مع وجود رغبة شخصية بإعادة ترتيب البيت الصدري من جديد على كافة الأصعد وأضافوا أن قرار التجميد لمدة سنة يعني أنه لن يكون مستعدا للمشاركة في الانتخابات المحلية وهذه قد تشكل عثرة سياسية جديدة ستمنح خصومه فرصة جديدة للهيمنة على مجالس المحافظات